ده فيفان البطل بتاع فيلمنا أما ديفا بتكون أنشكا وفيلمنا بيبدأ بواحد ماسك أنشكا وعايز موتها فبتدربه وبتدله القاضية في الحطة الفاضية وبنكتشف أنه هو فيفان وبيعلمها زي تدافع نفسها وبيسألها أنت مش عايزة أطفال في المستقبل ولا إيه ولما بيكونوا مع بعض أنشكا بتتعب وبتفقد الوعي بتاعها بين إيديه وساعتها بيأخدها للمستشفى وبيعرف أنها مريضة بتضخم عضلة القلب ودي مشكلة ورصية ولازم تعمل عملية بسرعة وإلا قلبها هيوقف ولما بيرجعوا البيت بتقوله إزاي هتجيب سبعة مليون للعملية فبيحاول يطمنها وبيقول لها أنا هتصرف وبعدها بيكلم كل صحابه لكن محدش بيحاول يساعده أو يوقف جنبه لحد ما بيقرر يبيع البيت وما بيكونش قدامه حالي تاني وبعدها بنشوفه زعلان وعمال بيعيط على كل حاجة بتحصله وأول ما بتجيله غيبوبة السكر اللي عنده بياخد العلاج بسرعة وبيروح لمراته المستشفى وبيكون جنبها وساقاتها بيودعها علشان تدخل غرفة العمليات وبعدها الدكتور بيخرج وبيبلغوا ان العملية نكحت وبيفضل جنبها وبيرعيها طول فترة اتعابها لحد ما بترجع لطبيعتها وبتكون زي الأول ولما بتجي الساعة ستة وربح واحد بيحط شنطة في صندوق الزبالة وفي نفس الوقت دي محققة شرطة وبتستجو بواحد وبتخليها ترف غصب عنه وبعدها بتكلم بنتها صغيرة وبتطلب منها ترجع البيت علشان الوقت تتأخر وفي نفس الوقت ده اسمه ساجو ومعاش وقت مجرمين وبيكونوا في الطريق للمستشفى واول ما بيوصلوا هناك بيلاقوا موظف بيسيب لهم أكسس الدخول وبيعرفهم مكان الصندوق فبينزلوا من عربياتهم وبيروحوا يطلعوا الشنطة وبنكتشف انها مليانة أسلحة كتير جدا ومن ناحية تانية بتوصل عربية إسعاف للمستشفى وبيكون المريض اسمه أجي ومحكم عليه بالسجن وجهاز منظم ضربات القلب بتاعه فيه مشكلة والشرطة مهتمية جدا بحياته لازم يعيش واول ما بتوصل الساعة سبعة المجرمين بيقرروا يبدأوا المهمة وسجل قاعد بتاعهم بيديهم كل التعليمات وبعدها فيفين بيكون مع أنشيكا وبيقولها انهما يخرجوا دلوقتي وهي بتعرفوا على صاحبها إديتا وهما اللي كنين بيتكلموا مع بعض وساعتها بيسيبها علشان يدفع فاتورة المستشفى ولما بيمشي بيكتشف انه نسي حاجة في العربية فبيروح يدور عليها وعايز يلاقيها وفي نفس اللحظة العصابة بتدخل غرفة الأمن وبتسيطر على كاميرات المرأبة وبتشغل جهاز تعطيل الشبكة ووقتها بنشوف الطفل زوبين بيلعب على تليفونه وطالبة قاعدة مع صاحبها علشان يتعالج والعصابة ساعتها بتبدأ لحظة الهجوم وبتقتل في كل الحرس اللي موجود في المكان وبيخلصوا عليهم ومحدش منهم بيكون عايش وبعدها بيسيطروا على المستشفى وبيحطوا المتفجرات على كل الأبواب وفيفان بيسمع صوت غريب وبيحاول يكلم مراته لكن الشبكة متعطلة فبيروح يسأل حرس الأمن وهو ما بيردش عليه لكن بينلاقيه جاي من وراءه عايز يقتله ووقتها فيفان بيدفع عن نفسه وبيفضل يضرف فيه وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل وبيقدر في نهاية الأمر يسيطر عليه لحد ما بيقتله وبيتخلص منه وساعتها بيكون مصدوم جدا وبيخد الآلاج قبل ما الغيبوبة تجيله وبيروح يفتح شنطته وبيلاقيه أسلحة وجهاز لسلكي موجود قدامه وساعتها بيكرر أن يدخل المستشفى وينقذ مراته وبيحاول يبعط لها فويس لكن للأسف ما فيش شبكة وواحد في غرفة المرأبة بيمسك ألم وبيكتب رقم على كف إيده وفي الوقت دلع الصابة بتجمع كل الرهائن وساجه بيقول لهم اللي هيحاول قوامنا هيموت وبيديهم شنطة علشان يحطوا كل تليفوناتهم فيها لكن أنشكة بتستغل زكاءها وبتخبي التليفون بسرعة وفي نفس الوقت المحققة بتوصل للمكان والشرطة بتكون محاصرة لمستشفى وبنعرف أن أجي تاجر سلاح وبعلي الهند أسلحة فاسدة وفي واحد تلاعب بجهاز منظم ضرابة القلب بتاعه علشان يدخل للمستشفى والأصابة تقدر تهربه وبتدي تعليمات للزباط وعايزة تسيطر على المشكلة وبعدها بتكلم جوزها وبتكتشف أن بنتها مرجعتش البيت وساعتها فيفان بيكون في الدور الرابع وبيلاقي واحد اسمه رياض وبيكون فاكر أنه عايز موته وبيعرف أنه موظف في المستشفى وملهوش علاقة بالأصابة وبعدها بيبص على خريطة المكان علشان ينكز مراته الرهائن ورياض بيقوله لو قدرنا نسيطر على غرفة المرأبة هنعرف كل حاجة المجرمين بيخططوا ليها وفعلا فيفان بيكون في طريقه للدور الأرضي وبيلاقي التفل زوبين موجود قدامه وبيروح يطمنه وبيبدأ يتكلم معاه وبيقرر يساعده ويحميه ومن ناحية تانية طفلة وقفة قدام المستشفى والمحققة بتكتشف أنها بنتها ولبصة واقفة متفاجرات وبيضطروا يسكوتهم اللكنين علشان الأصابة ما تستغلش الموقف وبعدها بتكلم سجف اللاسالكي وبيطلب منها طيارة عسكرية وحفلة تشيل عشتين فارد وبيعرفها أن كل الأبواب في المكان ملغمة والمحققة بتودع بنتها وهما بيرجعوها للمستشفى تاني وفيفان بيكون سامع كل حاجة في مكبر الصوت وللأسف واحد بيشوفه بيحاولي موته لكن هو بيدافع عن نفسه وبعدها بيدخل غرفة أشيه ترانين المغنطيسي وأول ما بيروح وراء زوبين بيشغل الجهاز والسلاح بيروح ناحيته وفيفان بيفضل يضربه وبيسيطر عليه وفي نهاية الأمر بيموته وبيتخلص منه وبعدها سجو بيعرف أن كنين من رجالته ماتوا والحقيبة اللي كانت مع يوري مش موجودة فبيأمرهم يرجعوا الشنطة ويقتلوا اللي عمل كده وساعتها فيفان بيكون سامع كل حاجة وبيكتشف أن الحقيبة فيها الجهاز المتحكم في تفجير القنابل وبعدها واحد بيعمل زوم على ملامح وشكل فيفان لحد ما بيعرف بياناته وبيبلغ ساجه أن هو مدر فنون قتالية وده بيخليه يكلم فيفان وبيكون واثق أنه بيسمعه في لاسلكي وبيهدده لو ما رجعش الحقيبة هيدور على المريض اللي يخصه في المستشفى ويموته وفي نفس الوقت فيفان بيكلم المحقيقة وبيحكي لها اللي حصل وبيحاول يثبت لها كلامه علشان تصدقه لكن الشبكة بتقع والمكالمة بتفصل منه والمحقيقة بتسأل إزاي ما في الشبكة وبيكلمني فالزابط يقول لها أوقات شبكة التشويش ما بيتغطيش كل الأماكن وفيفان بيكون ماشي وبيلاقي واحد من الأصابة قدامه لكن بيقدروا يضربوه بيوقعو على الأرض وفي الآخر بيسيطروا عليه ووقتها بيكتشفوا إن الجهاز مش موجود في الشنطة فبيقدر فيفان يدافع عن نفسه وبيبدأ يضربهم وبيدخل غرفة العلاج الطبيعي وبيحاول يتخلص منهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه وبعدها بيقع في المية هو وطايرة وكل واحد عايز يموت الثاني بالسلاح وأول ما بيطلع فيفان بيمسك الجهاز وبيرميه في المية ووقتها طايرة بتموت متكهرباء وساعتها واحد من الأصابة بيكتشف إن أنشك هي أمراض فيفان فبيروح له للمكان اللي فيه بيحاول يموته لكن فيفان بيدخل عن نفسه على قد ما يقدر ومحدش بيسيطر عليه وبيفضل يضرب فيهم وبيخليهم ينداموا على كل حاجة بيعملوها ووقتها غاز الميسان بينتشر في كل المكان وبتقوم حرب بينهم على مين ياخد الأكسجين لحد ما بيدخل واحد وبيضرب نار والمكان كله بينفجر بيهم وبعدها فيفان بيلاقي ممرضة محبوسة فبيحاول ينقذها وبيشوف الأطفال في الحضانة موجودين تحت النار فبيقرر يحميهم وبيبدأ يخرجهم بره القضة بسرعة لكن واحد من الأصابة بيظهر وبيكون عايز موته وفي الوقت دافيفان بيتعب وتجيله الغيبوبة وبيقع على الأرض وبيكون فاقد الوعي وبيتخيل مراته وهي بتطلب منه ينقذ حياتها وساعتها بيحاول يستجمع قوته ويمسك السلاح وبيضرب النار وبيقصر أزايز اللبن ووقتها بتقع وبتروح لحد عنده وبيقدر يشربه كعلاج وساعتها واحد من الأصابة بيفضل يتسحب وماشي ناحيته وأول ما بيشوفه فيفان بيدربه بالنار وبيخلص عليه وبعدها بيرح للطفل وعايز يحميه بسرعة وبيقدر في اللحظة الأخيرة ينقذ حياته ووقتها بيوصل لغرفة المرأبة ومعزو بين والموظف وبيكتشف انهم عارفوا صورة أنشكة لكن بيتطمن ان الخبر ما وصلش لساجه وبيلاقيها موجودة قدامه في كاميرات المرأبة وقرر يروح له المكان وبيحط له جثة قدامه ولما بيمشي ناحيتها فيفان بيرفع عليه السلاح ومن ناحية تانية الساجه بيسأل الرهائن مين يعرف فيفان ولما محدش بيحاول يجاوبه بيمسك الطفل ايديته وبيسأله عليه فبيتزكى جدا وبيقول له أول مرة اسمع الاسم منك دلوقتي وانشكة بتكون فرحانة جدا بزكائه فبياخد الساجه الاسلكي وبيكلم فيفان وبيقرر ينتقى من كل تصرفاته وبيجيب رئيسة الممرضات وبيهدد بانه هيموتها قدام كل الناس وبعدها بيمسكها وبيجرها على الارض بايده وبيكرر يرميها من فوق المبنى وبيخلص عليها وكلهم بيكونوا مصدومين ومتفاجئين من كل اللي بيحصل وبيقول لي فيفان لو الشانتة ما رجعتش هموت كل الرهائن وده بيخلي فيفان يكلم المحاقيقة وبيسألها مين المجرمين دول فبتقول له عايزين يهربوا تاجر سلاح اسمه أجي ولعبه في منظم ضربات القلب بتاعه المكون من 8 أرقام وسعيتها فيفان بيفتكر ان الرقم كان موجود على ايد واحد من الاصابة فبيروح لمكان جثته وبيشوف الأرقام فعلا موجودة ومستغرب جدا فبيكلم ساجو بيقول له أرقام جهاز تنظيم ضربات القلب معايا وبيهدده يستسلم وإيه اللي هيستخدمها واجاي بيتداي وبيسأل ساجو ازاي الأرقام وصلت له وبيكون خايف وفي نفس الوقت أنشيكا بتاخد المسدس من أبو ايديته بعد ما هم قتلوه وبتدي الموظف المستشفى علشان يخبيه بسرعة منهم وبعدها بترفع ايديها وبتطلب تروح الحمام وفعلا بيوعدوها هناك وأول ما بتدخل بتبعت رسالة لفيفان وبتطلب منه يخلي باله من نفسه بعد ما عرفت ان هو اللي بيموت في العصابة وبالقيه عمله بطعيط وبعدها ساجو بيكلم فيفان وبيحذره يتلعب بجهاز تنظيم ضربات القلب وقاتها بياتل واحد من الرهائن قدام الناس وفيفان بيتدايق وبيقول له فضل في عمرك 15 ديئة وهمتقم منك وفي نفس الوقت الطيارة بتتحرك للمكان والحفلة بتكون في الطريق وفيفان بيلاقي في غرفة المرأبة إشارات لسلاح الجو وبيشوف خريطة للدور السادس اللي موجود في المستشفى وبيكتشف ان خطة هربهم مش الطيارة وهيفجروا السلم والمصعد اول ما الشرطة تكتحم وهيلبسوا زي القوات الخاصة زيهم وهيهربوا وسط الناس وبعدها بيكلم المحققة وبيعرفها كل حاجة هو قدر يوصل لها والشرطة بتوقف عند باب المستشفى ولازم القنبلة يتوقف مفاولها من جوه المكان وزوبين ورياض بيقرروا يساعدوهم وبيروحوا للقنبلة وبيصوروها لايف لخبير المفارقعات لكن زوبين بيازهق وبيقتع السلك من دماغ وبيوقف القنبلة وساعتها بيحرروا كل الرهائن والبنت بتقول له امها ان قران حبيبها تعب وجابته للمستشفى وبتفضل تعيط لانها كدبت عليها ومحكيتش عنه قبل كده والمحققة بتحضنها وبتحاول تطمت بنتها وبعدها واحد من الاصابة بيروح للدور السادس لكن بيلاقي فيفان رافع عليه السلاح وبيهدده وهو بيعرف يدفع عن نفسه وفيفان بيفضل يدرابه وبيستخدم كل مهاراته القتالية دده لحد ما بيقدر في الاخر يخنقه وبيطلع في الروح قدامه وساجه بيمسك القنبلة بأيديه وبيرميها وبيفجر كل المكان وبعدها واحد من الاصابة بينزل وبيكون مع بعض الرهائن ومنهم انشكة واول ما بتشوف فيفان بتنادي عليه وهو بيحاول ينقذها وبيفضل يدرب فيه وعايز يتخلص منه وفي النهاية بيمسك المفاك وبيقتله بطريقة وحشية جدا وبينتقم وساقاتها الساجه بيشوفه وبيروح يدربه وعايز يرجع حق صاحبه والموظف اللي انشكة ديت له السلاح تليم على الاصابة وهو اللي ساعدهم في دخول المستشفى اول الفيلم والساجه متضايق جدا وبيضرب فيفان لانه بوز عليهم المهمة اللي فضلوا يحضروا لها لمدة اربع شهور وهو مستسلم ومش عارف يدافع عن نفسه وبعدها بيسأل مراته انت مش عايزة اطفال ولا ايه ودي جملة فكرتها لما ضربته زمان في اول لقطة في الفيلم وساقاتها بتمسك الموظف وبتقدر انها تتخلص منه وفيفان بيقوم لساجه وبيفضل يضرب فيه وبينادمه على كل حاجة عملها وعايز يرجع حق مراته وكل الناس اللي قتلهم لكن بيكون مسك رقابته قبل ما يقع في مكان الأسانسير وما بيكونش عايز يسيبه وبيحاولي موته معاه لكن فيفان بيعمل حركة ذكية واول ما بيلاه الأسانسير هيقع بيبعده عنه وبيخرج هو في اللحظة الأخيرة وبالشكل ده بيموت ساجه وهو بيرجع لمراته تاني وبعدها المحققة بتمسك اجيو بتقبض عليه وبيحذرها ان المسئولين مش يسمحوا لها انها تقذي لان بعد موته بساعتين هينتشر ملف سري في كل الفضايح بتاعتهم فبتمسك المسدس وبتقتله علشان عايزة الملف ينتشر وينضفوا البلد وبعدها فيفان وأنشيكاب بيتجمعوا وبتخرج من المستشفى بعد ما قدر ينقص حياتها ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد